ترأى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب وحاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام اليوم اجتماع المجلس الذي عقد في مدينة دباء الحصن وأشهد سموه في بداية الاجتماع بجهود كافة الجهات المنضوية تحت مجلس الشارقة للإعلام وحرصها على التعاون للارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي وتحقيق الأهداف والرؤى والاستراتيجيات الموضوعة وناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من الموضوعات المعنية بغطاء الإعلام واطلع على تقارير الجهات الحكومية وأبرز إنجازاتها خلال الفترة السابقة وخططها المستقبلية